بس ناخد سيادة اللوى شبل عبدالجواد رئيس قطاع مكافحة الإرهاب بالمنطقة العربية الأفريقية ورئيس الشرطة العسكرية ورئيس الشرطة العسكرية سابقا سيادة اللوى مساء الخير يا فندم مساء الخير يا فندم عليك وعلى مشاهدينك الكرام أهلا بيك يا فندم أهلا بيك سيادة اللوى بشرفني نكون معايا في السوديو دكتور محمد العزبي الآلامي والمحلل السياسي الاستراتيجي أهلا بيك وضيفك الكريم أهلا بيك سيادة اللوى بنوارنا يا فندم سيادة اللوى يمكن أول سؤال حسأله لسيادتك النهاردة تعليقك على خطاب سيادة الرئيس في الأمم المتحدة الحقيقة النهاردة خطاب سيادة الرئيس بينوم أنا مش حصل في تفاصيل الخطاب على قاتمة حقول قد إيه إن سيادة الرئيس العالم كله بيحترمه وبيحترم هذه الزولة العظيمة الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط لما لها من تاريخ عظيم ولما لها من قوة رابعة هذه المنطقة النهاردة الخطاب وإحنا شفنا الرئيس الأمريكي قد إيه بيحتفي بسيادة الرئيس وقد إيه الوفود المشاركة كلها بتحتفي بهذا الرجل العظيم الذي أنقذ منطقة الشرق الأوسط في وقت حالك هناك دول انهارت في هذه المنطقة ولكن الحقيقة بفضل هذا القائد العظيم مصر ما زالت وقتها بتنه مستقرة في ظل كل الدول اللي وقت حواليه فالحقيقة الخطاب النهاردة ومشاركة مصر لها دلالة قوية جدا ياريت كل الناس المغيبة تفهم قد إيه مصر لها ثقل ثقل في كافة المجالات وأنا حرجع تاني وحقول لحضرتك في ظل الأزمة البسيطة اللي احنا فيها أنا حفكرهم بأزمة أناديب البتجاء والكهربة والمية وقطع الطرق وأنا عاوز أقول لكل شبابنا وكل ولدنا من خلال برنامجة الجميل ده حفظوا على مصر حفظوا على مصر ومكانة مصر ولا تنساقوا وراء كل فئة دولة تريد أن تخرب هذا الوطن وبقول لو مصر وقعت تاني من حتقوم وده المكروب والمكروب في الفترة دي أن هذه الدولة تنهار ولكن بفضل شعب وعيها العظيم وجيشها وشرطتها وهيئاتها كلها لا تفكت نطر أبدا يا أصد عادل الحقيقة أنا يمكن 2011 انت رجعتيني فيه لورا شوية وشبت أيام عطيبة جدا مرت على هذا الشعب أرجو على ننصاب وراء هؤلاء الأيئة التي تريد تجدير مصر في الداخل والخارج سيدة اللي هو اصدر يا فاند أنا قريت لحضرتك تصريح من كام يوم قلت فيه أن المستهدف ليس شخص الرئيس بل المستهدف الدولة المصرية شوف دكتور محمد اصدر يا فاند كل هذا الكلام مقصود دي الدولة المصرية وليس شخص رئيس مصر لأنهم يعلموا جميعا أن لو سقطت مصر لتدمرت المنطقة بالكامل وبالعكس نعود لأقول الحاجة ستظل مصر في رباط إلى يوم الدين ستظل مصر في عمود الخيمة ستظل مصر في منبر أفريقيا ستظل مصر في عاصمة الثقاطة والحضارة في العالم ستظل مصر هي منبع العلم والعلوم الدين والأظهر يا الكنيسة ستظل مصر رغب حفظ الحاقدين أبا من أبا وشاء من شاء أنا بقول هذا الكلام وأنا يراجع بالذكرة لأيام سيدة مرت في تاريخ هذه الدولة من 2011 ثم 12 ثم 13 وبقول لكل الناس اللي موجودة افتكروا هذه الأيام افتكروا هذه الأيام اللي مرت اللي كنا بنقفتها بتواضير الغاز والكهرباء والمية والبتجاز وقطع طرق ومظاهرات ثقوية أنا أنا مش فاهم مش فاهم كل هذه المشاريع اللي اللي أقلت عملي تروح تقيم مهليكم سيدة اللواء تعليق حضرتك بس بعد إذنك على كلمة رئيس ترامب لما سألته أحد الصحفيات النهاردة رأيك في المظاهرات الموجودة في مصر فرد عليها وقال لها صديقك أوباما قامت ضده احتجاجات أكثر مما حدثت في مصر فرأي حضرتك في رد ترامب إيه الرئيس الأمريكي ترامب رد كده بس لا رد كم من كمان اللي قاله صدري فان قال إن هذا القائد قائد وطني محترم شجاع استطاع أن يحمي مصر بالإضافة إلى الكلام اللي حضرتك قلته رئيس أكبر دولة العالم أما يقول كده على قائد عظيم ده شهادة أمان العالم كله على تاريخ مصر وعلى هذا القائد اللي بيستطاع أن يحمي مصر في فترة من أصعب سوارات الربيع العربي أو العبري زي ما بتقولهم سوارات الربيع العربي ورد بها المنطقة هذه شهادة نعتز بها هذه شهادة نعتز بها استقبال السيد الرئيس من كل جول العالم ومن كل رؤساء العالم فخر لكل المصريين ده أنا بضيفة على حضرتك قلته بالنسبة للسؤال بتاع الفحصية اللي قالت والمظاهرات من كل جول العالم طب حضرتك شايف أن أنا كنت بتكلم مع الأستاذ عادل قبل ما حضرتك تدخل على الهوى أنا كنت بقوله أن أساس تطهير مصر هو تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية الموجودة داخل هذه المؤسسات فبقى يا حضرتك إيه فيه عناصر لا تزال موجودة داخل الوزارات وداخل المدريات يا فندم فيه عناصر موجودة تريد هدم هذه الدولة عناصر إخوانية أو غيرها لأن مصالح هؤلاء تعارضت الآن هناك ناس مصالحهم الشخصية تعارضت معي أساسة الرئيس محاربة الفتاة وبالتالي انضموا إلى الفئة من جماعة الإخوان الإرهابية وبالتالي بيحاربوا الدولة المصرية لا من أجل مصر ولكن من أجل مصالحهم الشخصية وأنا بعتقد أن الفترة الجاية ستشهى التطوير لكل مؤسسات الدولة من هؤلاء المخردين المدمرين لهذا الوطن ورأيك فأداء الإعلام؟ لا الحقيقة الإعلام عليه دور أحسن من كده المطول يقديه بكتير وأن يقف بجوار الدولة المصرية وبقول مش لازم دايما نشتغل بسياتة رد الفعل مش لازم دايما ننتظر وبعدين نرب أنت النهاردة النهاردة الإعلام بتاعت المفروض هو اللي كان يرب هو اللي يتكن مع الدولة المصرية هو اللي يفعل إنجازات مصر هو اللي ينجز تطور مصر هو اللي ينجز ما فعله القيادة السياسية والحكومة في الفترة السابقة من مشاريع عملاقة ولكن احنا سيدين كل ده والدجر ورا هراء ورا كلام يعني ناس مشبوهة ليس لها تاريخ وليس لها ثقل وليس لها ولا محاجة نعرفها وللأسف على بنسمع الكلام وبنردده علينا أن نتحرد دفقة في المعلومة علينا أن نفهم نفكر في الخبر قبل ما نقوله ولكن لما أنا بشوفه لا وعلى شبابنا قراءة تاريخ بلده حتى لا ينفع خوارها شكرا ليك سيادة اللواء شبل عبد الجواد رئيس قطاع مكافحة الإرهاب بالمنطقة العربية الإفريقية ورئيس الشرطة العسكرية سابقا شكرا ليك يا فاند